بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في فيديو جديد ومهم ولطيف إن شاء الله هيعجبكم هتكلم فيه عن حاجة متعلقة بالذكاء الاصطناعي مفيش حد كتير يسمع عنها أو يعرف عنها دلوقتي إحنا مثلا لما باجي أصور فيديو على القناة عن برنامج زي مندلي برنامج مندلي ده اسمه ريفرانس مانجر يعني هو أداة لطيفة جدا ومهمة جدا بتساعدك في تنظيم المراجع بتاعتك زي مندلي اند نوت ستيرو كل البرامج دي هي برامج مختلفة بتساعدك في تنظيم المراجع بتاعتك يعني على سبيل المثال لو انت عايز تعمل ريفرانس بشكل سريع تقدر انك تعملها بمندلي بشكل سريع جدا أفضل بكثير جدا من انك تعمل الرفرانس ده بشكل مانيول طيب فيه أدوات كثيرة جدا من الذكاء الاصطناعي حالين تشات جبيتيو وجيميناي ويعني مواقع كثيرة جدا جدا بتستخدم التشات موديل او انك تستخدم انك تشات معهم علشان حاجات متعلقة بالريسرش ولكن مع التجربة في الحاجات دي كلها دايما بلاي ان النتائج بتاعتها زي ما قلت في فيديو من الفيديوهات قبل كده عمره ما هيقدر يقول لك لا على حاجة معينة يعني انت سألت مثلا ايه هو الستاتيستيكال تاست اللي ينفع في حاجة زي كده هيجاوبك على الستاتيستيكال تاست وممكن يعمل لك الداتا ولكن هو ما بيفكرش او ما مسلا ما بيقدرش يعمل لك كليننج للداتا او ما يقدرش يفكر ان فيه اصلا لوجيكال ايرور ازاي مسلا درجة الحرارة تكون بتاعت الطفل مسلا تكون خمسة واربعين درجة مقوية وجاب المتوسط زي كده هو مجرد ما بتديله اي حاجة بيطلع لك برضو اي حاجة ليه اللي ان هو بيعتمد على المصادر اللي على الانترنت وبيعتمد على مصادر كويسة ومصادر غير كويسة ففعلا شاتج بتي والحاجات اللي زي كده هي مهمة جدا في الريسرش ادوات بتستخدم في يعني افكار جديدة حاجات جديدة ولكن احنا حتى هذه اللحظة ما كانش فيه اداء فعليا بتقدر تساعدني في الريسرش بشكل يمكن الاعتماد عليه لغاية لما لقيت اداء اسمها جوجل نوتبوك ال ام جوجل نوتبوك ال ام هي اداء بتديها السورسز اللي انت عايز تشتغل عليها يعني بكل بساطة انك بتديها البي دي اف او بتديها الدوكيمنت اللي انت حابب تعرف عنه معلومات اكتر وتبدأ تقول لها بقى انها هي تلخص لك الدوكيمنت تبدأ تسألها حاجات متعلقة بالدوكيمنت فالمصدر اللي بيجيب منه المعلومات هو الدوكيمنت اللي انت حاطتها في جوجل نوتبوك ال ام وده جزء مهم جدا بالنسبة لي يعني على سبيل المثال انا عايز معلومات صحيحة علميا انا مش حابب يجيب معلومات من لوكيبيديا ولا حابب يجيب معلوم من جنرال ويب سايتس ممكن يكون فيها حاجات كويسة وحاجات غير كويسة انا حابب يجيب معلومات من ريسرش بيبرز فانا اللي بديله ريسرش بيبرز وقول له ابحث لي عن كذا وكذا في الريسرش بيبر ده خلينا نشوف الجوجل نوت بوك بيشتغل ازاي يلا بينا بنكتب على جوجل جوجل نوت بوك ال ام ال ام دي يعني الانجوج مودل فبنفتح اول لوب سايت نوت بوك ال ام تمام فهو هو بيقول لك يعني ازاي تستخدم البرنامج فيه هنا الخصاص بتاعته فاندوستراي نوت بوك ال ام وده بشكل مجاني على عكس تحتاج تعمل يعني سبسكريبشن فيه وما الى ذلك في الحاجات دي كلها فهو هنا كده بيقول لك اعمل الفرست نوت بتاعتك هنا ممكن تبدأ النوت بوك بتاعتك وهنا بيوريك اجزامبل لنوت بوكس يعني وستورد مشرومز الحاجات دي كلها دي نوت بوكس هو عملها لك اجزامبل عشان تقدر تشوف السورس بتاعته هو هنا بيقول لك انك ابلود الدوكيمنت ويكونفرد كومبليكس ماتيريال تو ايزي دوكيمنت والحاجات دي كلها طيب بندوس كرييت لي من اول هنا هنا بيسا يعني دي النوت بوك بتاعتك دي السورس اللي انت هتقدر انك يعني تستخدمها في النوت بوك وده حاجة مهمة جدا اول حاجة تقدر تستخدم جوجل دوكيمنت وجوجل سلايد فدي الحاجات دي من على جوجل درايف جوجل دوكيمنت ده مهم جدا علشان لو انت عايز تستخدم حاجة من وور دوكيمنت تقدر تعطها في جوجل دوكيمنت وتضفها هنا معاك كسورس وكمان تقدر انك تضيف من اليوتيوب فيديوز او من ويب سايت دي ده حاجة يعني لطيفة جدا ومهمة جدا وتقدر انك تحط من هنا او حاجة منسوخة والاهم حاجة انك تقدر تدوس فعلى سبيل المثال دول اتناشر ستادي بيتكلموا عن طوبك معين انا هحط الاثناشر ستادي دول هنا فمجرد محطتهم هنا دي النوت بوك بتاعتي ممكن اسميها ايه ريفيو بروجيكت وان مثلا او تسميه اسم البروجيكت فهو هنا بيضيف السورس بتاعتك يعني انت عندك هنا مثلا قد الاثناشر بيدي اف بيرفعهم وبتدوس هنا على النوت بوك جايد بتلاقي ان هو بص هتلاقي عاملك سامري لكل السورس يعني انا وقفت الابلود خليت يعمل ابلود لثلاثة بس عشان هياخد وقت عبال ما الفيديو يصور فدول ثري بيبر لو دست على البيبر هنا كده بمجرد ما تدوس على البيبر دي البيبر قدامك اهو ده الكنتنت بتاعها هو عمل عمل لك سامري والكي تيرمس الموجودة في البيبر دي فهنا ده سامري كده للثري سورس مع بعض تقدر انك تحط بقى تابل في كونتنت تقدر تشوف ايه هي الاسئلة اللي هو حاطتها وفيه هنا حاجة قوية جدا وهنا نشوفها في اخر الفيديو وهو انك تقدر تعمل منها بودكاست بالانجليش في السورس دي طيب هتدوس هنا فيو تشات تبدأ انك تقدر تشوف الاسئلة اللي موجودة من هنا وتبدأ انك تقدر تسأله برضو ايه هي الاسئلة يعني مثلا can you make a data extraction sheet for these sources for systematic review بقول له تقدر تعمل data extraction sheet for the sources اللي همه التلاتة sources دور for systematic review خلينا نشوفها يعمل ايه? طيب خلينا نشوف كده النتيجة data extraction sheet اهو add source وهدي circular RNA studied يعني اسم ال circular RNA لانها هجد كلها بتتكلم على circular RNA والجين بتاعها والmicro RNA target والfunction والميكانزم والclinical significance table جميل جدا related جدا بالعناوين دي والمصطلحات كلها هنا لو انت مثلا عايز تشوف السورس ده فده مثلا مجرد ما بدوس على رقم واحد هنا كده فبيجيب لك ان ده من السورس رقم واحد يعني مجرد ما بدوس على اي حاجة من هنا بيجيب لك السكشن ده هو اخده من فين؟ يعني ده من السورس رقم اتنين لما تيجي بصك هتلاقي ان السكشن ده اخده من الجزئية دي من الجملة دي فالمميز في الامر انك بيجيب لك المعلومات من السورس اللي انت حدوطها يعني انا على سبيل المثال لو انا اخترت السورس واحد بس قلت له سامرايز ديس بيبر لخص لي البيبر دي فهتلاقي ان هو اداني السامري هنا سامري بتاع البيبر بتاع تسانج 2019 ديس بيبر انفستجيت كذا 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 ايه تكتب مثلا ايه الميكانيزم اللي شغال بجلاي بلاستو مسال بروجريشن هيروح كتب لك المعطيات من البيبر ذهن فده كده هو بيشتغل على النوت بوك بتاعتك يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي دي النوت بوك بتاعتنا ايه نبدأ ان احنا ريفيو بروجيكت رقم واحد ممكن اسمي مثلا البروجيكت التاني ده وحط في جوجل سلايدز واسمي البروجيكت يعني خلينا نضيف اي بيبر اضيف الويب سايت بتاعي محمد النجار.com وحط هنا في اللينك هنا ويب سايت اروح اضيف ويب سايت اروح اعمل له بيست محمد النجار.com فكده السورس اللي بيجيب منه المعلومات من الويب سايت عندي فمحمد النجار is a website offering academic services in Arabic this website features resources conducting research including articles statistical analysis and guidance يعني حاجات جميلة جدا متعلقة بالسورس فعلا مثلا ممكن نكتب هو اسم محمد النجار يعني هيجيب من السورس ده هيفتح تقريبا يعني السورس هنا كمان يعني الويب سايت عندي بالعربي فهو قدر ان هو يفهم حتى محمد النجار ابري ان فيديو لهو provide academic services resources كينج سعود عن شمس يعني بص لخص الويب سايت بشكل كويس جدا وكمان نقدر ان احنا نحط فيديو فده مثلا فيديو الواحد بيشرح فنقدر ان احنا ناخد الفيديو ده كده ونحط كسورس من هنا نضيف السورس من هنا وبعد كده يوتيوب ونحط لينك اليوتيوب وندوس insert فنقدر ان احنا بقى مثلا خلاص مش لازم محمد حسن نقول له ايه what is odds ratio فهيجيب من السورس بتاع الفيديو ده ده لو شخص اثق فيه من المحتوى بتاعه فهيقدر يجيب منه odds ratio statistical method وجاب لك ال instance الموجود في الفيديو ذات نفسه فتقدر انك تضيف السورس اللي انت عايزها من هنا يعني تقدر حتى انك تستخدم تقول له مثلا what is circular RNA فتشات جي بيتي ممكن يكون قوي في الحاجات اللي ازا كده تقدر انك تاخد المحتوى ده copy دي حاجات اللي هي general معروفة خالص وبرضه تحطه هنا كpaste ticket ويكون سورس من السورس اللي عندك معاك لغاية خمسين سورس تقدر تختار السورس اللي انت عايزها وتبدأ تسأل الاسئلة اللي انت عايزها بيجيب لك المصادر بتاعتك من السورس ذات نفسه فلو احنا اخترنا بس انه هو سورس بتاع risk ratio والحاجات دي كلها فلو دخلنا على notebook guide وقلت له اعمل لي generation للبودكاست عقبال ما يعمل generation هتلاقوا اسئلة هو اقتراحها يعني ايه المحمد النجار بيقدمها هوداز محمد النجار والحاجات اللي زي كده يعني بصراحة حاجات related جدا في الوب سايت انتوا جربوه بنفسكم هيعجبكم الموضوع ده عقبال ما يعمل generation اللي عايز ساو اقوله لكم ان الميزة كمان في الموضوع ده ان review project still موجود يعني الاسئلة saved notes اللي احنا حطناها وال references اللي احنا حطناهم عشان نشتغل عليهم still موجودين فانا مثلا لو ابحثت يعني يعني اللي خطنا بالنا الشات موجود والhistory موجود فده كلها حاجات مجانية ارجع هنا كمان للuntitled notebook دي واسميها مثلا بودكاست وبعد كي نشوفها عمل بودكاست ولا لسه فالحاجات دي كلها لطيفة جدا خلينا ممكن تشوف مثلا invention of the light bulb اللي هو اختراع المصباح هتلاقي ان هنا ده references بتاعته وده saved notebook وده ال chat بتاع اللي هو كان عمله فحاجة يعني لطيفة جدا ومهمة جدا فباختصار شديد جوجل notebook هو مكان بتقدر تدي له references بتاعتك او المصادر اللي هو يقرأ منها المعلومات وبالتالي تتأكد ان المصادر او ال chat المكتوب او النتائج اللي طلعت من مصادر موثوقة اللي انت حضطها فعليا وتقدر تستخدمه في المذاكرة بتاعتك لو انت حابب تحط pdf ويلخص لك chapter معين او يسألك اسئلة في chapter ده وتفعر ال content اللي تقدر انك تستخدمه به فدايما بقول ان اداة مساعدة ما يفعش ان احنا نعتمد عليها في كل حاجة ما يفعش ان احنا ناخد حاجات دي ولكن لما تيجي تحط بيبر في جوجل notebook بعد كده تقول له مثلا يعمل لي summary للبيبر دي يعمل لي data extraction للبيبر دي فهمني البيبر دي بتكلم عن ايه ويبدأ ان هو يديك معطيات من البيبر ذات نفسها بحيث انك تبدأ تفهم البيبر بشكل احسن وكل الحاجات دي كلها مش هتستغني او يعني مش هنفع تعمل review كامل كده من copy paste بس من اي حاجة من الAI لان ده unethical ولكن حاجة بتساعدك انك تفهم البيبر بشكل احسن واداة مساعدة زي ما قلت في الفيديو زي مندلي وزي حاجات تانية كتيرة لو انت عندك اي اسئلة تانية متعلقة بالresearch اكتبها لنا في الكممنتات وهنجاوب عليها وتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم نشوفكم في فيديو تاني السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا